للوقوف عند الانتخابات الرئاسية التركية مع بدء الجولة الثانية للإقتراع في الخارج ينضم إلينا عبر اسكايد من اسطنبول الكاتب الصحفي التركي جلال ديمير أستاذ جلال مرحبا بكم الأتراك المقيمون في الخارج يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة للإنتخابات الرئاسية بداية كيف تصف وكيف ترى إقبال الناخبين في اليوم الأول من الإقتراع أهلا وسهلا بكم ولمشاهدين الكرام طبعا نعيش حاليا انتخابات أو تركيا أو العالم بأسرها تشاهد انتخابات مصيرية انتخابات هامة وفي الجولة الثانية أظن أنه كما تعرفون هناك إقبال كبير ما لم تشاهد انتخابات سابقة أنا منذ ما يقارب عشرون سنة موظف بالسناديق الانتخابات لم أرى ولم أسمى حتى على الشاشات بهذا الحجم التوجه بهذا الحجم وفعلا خصوصا بالخارج صار التوجه أكبر حتى نسبة للإنتخابات أو نسبة للدور الأول للجولة الأولى أيضا الجولة الثانية صار فيها إقبال ضخم وإقبال كبير طبعا لها أسباب لهذه التوجه لو تساءلنا عن السبب إلى ما ترجع هذا الإقبال الكبير من الناخبين في الخارج مع اليوم الأول لجولة الإعادة هذا الاقتراع الكبير ما هو سبب هذا الإقبال الكبير أستاذ جلال لا شك حينما نقول هذه الانتخابات انتخابات مصيرية يعني ليس فقط دعاية لهذه الانتخابات بل فعلا هذه الانتخابات انتخابات مصيرية بالنسبة لتركيا بالنسبة للمنطقة حتى بالنسبة للعالم حتى القيمة التي كان الاهتمام بهذه الانتخابات من قبل الإعلام الشرقي أيضا من قبل الدول الأوروبية أيضا فلذلك حتى هم الذين سموا هذه الانتخابات انتخابات مصيرية بالنسبة للمنطقة وبالنسبة لتركيا فهذا يعني إعلام الشرق الأوسط إعلام الغربي إعلام الأوروبا إعلام تركيا دائما كانت تركز على أن هذه الانتخابات انتخابات مهمة فهذا ممكن أنه نقول أثرت على التوجه والإقبال للسناديق وسانيا أظن أنه أيضا الإدارة المحلية أو الإدارات الأحزاب أيضا نوعا ما ركزت على هذه النقطة أستاذ جلال كعمل يعني عمل بالنسبة لفروع الأحزاب فروع الأحزاب أيضا أو مقرات الأحزاب أيضا اهتموا بتوجه المجتمع أو المواطنين الأتراك للسناديق هذه أيضا ممكن أن نقول أثرت ولكن أهم من هذه النقطتين أظن الشعب التركي فهم ووصل إليه الفكرة أن هذه الانتخابات يجب أن يختار أردوغان لأنه هو الذي سيقدم سيكون له خدمات سيتطور البلد وسيجب أن يبقى أردوغان لتطوير البلد على مستوى العالم أستاذ جلال ذكرتم أن هذه الانتخابات وصفتوها بالمصيرية ولكن للتوقف عند هذا الأمر من الملاحظ أن هذه الانتخابات تحظى باهتمام عربي ودولي واسع ما السبب في ذلك؟ السبب بذلك لأن تركيا هي من الدول النامئة والمتطورة وتركيا أيضا أصبح التكنولوجيا التي وصلت إليها تركيا خصوصا سيها وإها أصبح تغير قدر المنطقة قدر العالم الحروب بصراحة فلذلك وتركيا هي من الدول التركية الدوء من الدول التي تتحدث باللغة التركية الوحيدة التي تتحدث باللغة التركية في الشرق الأوسط فلذلك لا شك أن تركيا لها أسر بين الدول الشرق الأوسط وأيضا حول العالم لأن تركيا هي حلت الكثير من المشاكل الدولية بسياستها الخاصة مثل قضية الحبوبات أو الحبوب في أوكرانيا أو وباقي القضايا الأخرى الذي يتعلق بالعلاقات الخارجية الدولية فلذلك هناك طبعا اهتمام ليس فقط من الدول العربية من الدول الأوروبية أيضا يوجد اهتمام في تركيا ولكن نستطيع أن نقول اهتمام أوروبا هي عدم نجاح أردوغان أو الوقوف ضد أردوغان الوقوف مع المعارضة ضد أردوغان أستاذ جلال هناك من يتساءل بشكل واضح يعني يقول ماذا ستقدم المعارضة بقيادة السيد كمالك الإجدار أغلو غير الذي قدمه السيد أردوغان لشعب التركي بصراحة في الحقيقة أنا كمواطن تركيا حتى هذه اللحظة لم أسمع ولم أقرأ بتقطيط باستراتيجية بأهداف واضحة ومكتوبة لسيد قليشتار أغلو على أنه كيف سيحكم البلد وماذا سيقدم للبلد إلا قضية ترحيل السوريين منذ عشرات السنوات هذه المشروع موجود لم نسمع وما سمعنا أي مشروع لتطوير البلد غير ترحيل السوريين ولكن لا أعرف ما هو ترحيل السوريين بتنمية البلد بخدمة المواطنين هذا أمر آخر أستاذ جلال السيد رجب طيب أردوغان في مقابلة تلفزيونية انتقد المعارضة لحديثها عن الانسحاب من الممرات الأمنية في الشمال السوري كيف ترى مثل هذه الوعود على الناخب التركي طبعا الشعب التركي تتابع الأخبار السياسية العلاقات الخارجية أو السياسة التركية الخارجية تتابع دائما المجتمع التركي بطبيعتها تتابع التطورات الخارجية أو السياسة الخارجية فلذلك لم يحصل أي نقد أو أي ضد هذه التصريح لأن المجتمع التركي أيضا على يقين أن وجود تركيا ليس هو تشارك المصالح السورة السورية أو الشعب السوري بموافقة بقبول بطلب من الشعب السوري تركيا موجودة في شمال سوريا وطبعا المصالح الذي يخص تركيا تركيا تريد أن تحفظ حدودها من الإهراب من البكاكي فلذلك لا يمكن لتركيا أن تنسحب كما قال السيد رجل طيب أردوران أن تنسحب من سوريا لأنه ما زال الخطر الأمني موجود ما زال الفيدي موجود فلا يمكن لتركيا أن تنسحب لأجل أمنية أو الأمن القومي هل هذه التصريح سيؤثر على الأصوات؟ لا أظن بالعكس ممكن أنه يؤثر إيجابيا حتى كما تعرفون رغم أنه قبيل الانتخابات تركيا صرحة أو نشر كلام حول دعم للمجتمع الشعب السوري أو المعارضة السورية وما زال الوزير الداخلية أو الخارجية أو السلطات المسؤولة يصرحون بتصاريح دائما للمعارضة السورية أو للشعب السوري أستاذ جلال الآن سندخل في هذا الحوار في مجال استشراف المستقبل والتكهنات يعني كما تعرفون المرشح الثالث في الانتخابات الرئاسية السيد سينان أغان كان محور اهتمام المرشحين المتنافسين خاصة في جولة الإعادة بنظرة مستقبلية لمن تعتقد ستذهب أصوات أنصار السيد سينان أغان في الجولة الثانية؟ في الحقيقة أصوات سينان أغان كان ليس أصواته الحقيقية كما تعرفون وكما أنه واضح يعني هناك من زعل من أصوات من محرم إنجا أو أصوات من الجهابي أحوات من الأكبارتيا ومن باقي الأصوات يعني تجمع الأصوات تجمع المغضوبين تجمع الغاضبين فلذلك لا أظن أنه أصواته يتجاوز بالمية واحد فلذلك سيكون حرواء وهذا هو السبب الأساسي لعدم أي اتفاقية بينه وبين كليشتار أو حتى كان اللقاء مع الرئيس أردوغان الرئيس أردوغان لم يوافق على أي طلب وقال نحن لا نقبل الدعم أو أن تكون معنا بشروط لأنه أردوغان أو نعرف أن هذه الأصوات ليس أصواته الحقيقية فلذلك يمكن أن يتوزع أو يكون قسم لقليشتار أوغلو ولكن الأكسرية ستكون لأردوغان حتى لو لم تكن لأردوغان حتى لو لم يذهبوا للصناديق لا يظهر أنه هناك خطر بالنسبة لأردوغان فحتى قليشتار أوغلو أيضا لم يرى أن دعم سينان أوغان أو دعم أوغلو ما أجداغ لهم يكون له فائدة لأنه هو يعرف أيضا على أن أصواتهم ليس أصوات حقيقية سيد جلال كيف ترى حضوظ كل مرشح من المرشحين في انتخابات العادة لمن ستكون الغلبة برأيكم أظن أنه من الظاهر أنه سيفوز أردوغان بفرق كبير يعني السبب منذ عشرون سنة أردوغان أثبت خدماته للمواطنين وكلنا نشاهد ونرى التطورات الأخيرة في البلد وسانيا أردوغان حتى بالعمل الانتخابي يعمل أكثر من منافسه قليشتار أوغلو وسالسا أظن الجولة الأولى أثبتت على أنه سيفوز وهناك إقبال كبير لأن أيضا بنفس الوقت التحالف الأمة كان التحالف على الأعضاء والرئاسة الجمهورية الأحزاب أخذوا مقاعدهم في مجلس الشعب لا أظن أنه سيكون دعمهم قوي في الجولة الثانية للرئاسة على سبيل المثال أحد الأحزاب أخذ ما أخذ فلماذا سيهتم بالجولة الثانية لأنه لن يحصل على أي شيء فلهذه الأسباب وحب الشعب التركي لرجب طيب أردوغان وقناعته بما أنه سينفذ سيكون له دعم لتطور البلد سيفوز أردوغان في الجولة الثانية بفرق كبير عبر اسكاة من اسطنبول الكاتب الصحفي التركي جلال ديمير شكرا جزيلا لكم